منغروف مسمى عالم كبير شوية مش مهواش نوع نباتي او اثنين بتقول عليهم منغروف لكن هم تقريبا حواني يعني الورد اطلس ومنغروف سم سيفنتي يعني سبعينات يعني من واحد وسبعين لحاسعة وسبعين سبيشيز كلهم بيقال عليهم منغروف ولكن في بعض المراجع قالت ان اعداده بتتجاوز 82 وفيه حصل خلاف ما بين true mangroves المنغروف الحقيقي والحاجات اللي بتتصنف انها تتبع مجموعات المنغروف لكن هي اصلا مش المفروض انها يعني هو الخلاف ما بين بيقيا تصنيفه كمنغروف وما بين كتاكسونومي التصنيف العلمي هذا هو يدبع مجموعات المنغروف زولا لكن ما قدر يقول له هو عالميا سم سيفنتي في مصر عندنا حوالي هم نوبين الافيسينيا مارينا هو ده تلاقوه جلوبالي الاكثر انتشارا عالميا لانه الاكثر تحملا لظروف المناطق اللي هي الانترتيدالزولي اللي هي مناطق المادة والجزر والتفاوت الكتير في اللي ممكن يحصل في درجة الحرارة والتفاوت في الملوحة والتحمله لانه المجموع الجزر يتغمر بالمية وبعدين يرجع يتكشف يعني محطوط تحت استرس استثنائي غير النباتات حتى الملحية العادية لدينا نوع تاني هو الريزوفورا ميكورناتا لكن ما هو موجود عندنا في سينة هو الافيسينيا مارينا بس هو اللي عندنا في سينة لدينا استندين في جنوب سينة تحديدا راس محمد وعندنا في نبأ استند تاني بتاع راس محمد يمكن هتشوفوه مش حوالي ما بيزيتش عن تسعة من عشرة هبتار تسعة من عشرة هبتار تسعة من عشرة حوالي تسعمائة ألف متر مربع في نبأ يمكن الاستند اكبر والفورستي ترو فورستي والحقيقة القيمة التانية برضو اللي اشاري للدكتور هي القيمة مهمة جدا ان انا ما عندناش فورست سيستم في مصر وشمال افريقيا كل ما فيش فيه فورست سيستم لان احنا ما عندناش غابات مدارية ومطيرة وحاجات نقدر نشوف فيها تلوع لباتي نباتات عشجار عالية واقل ومش عالم مراحل اللي هي تكون ممثلة فديه بتبقى فرصة ان انت لو عايز تدرس فورستي حتى كساينس كفورستي ان انت تشوف غابات المانجروف دي ديستروجيوشا متاع شكلها الكميونيتي بتحرق تجاه ايه؟ ايه الاماكتس اللي بتحصل عليه؟ موضوع ده موضوع ده موضوع ده موضوع قيم جدا ومهم ويريد ان احنا كلنا نبقى حطين فا اعتبارنا ان احنا عايزين نفكر ازاي نخطر حاجة بخصوص المانجروف وان احنا عاملين عليه افورتس كبيرا عاملينها رهاملتيشن واعادة استزراع واسيسمنت وتصوير فضائي ويعني عاملين عليه شغل بس اجفو ممهنه كلهم متركز على سينا بطبيعة الحال المناطق الابعد متطلبة مجهودات اكبر متطلب اللي من جنوب من الصعيد مصر من اسواني هتم بالمناطق القريبة له ويفضل انها تكون دراسات متكررة متشابهة بس موزع جغرافين بحيث ان احنا نعرف ال 525 هكتار من المانجروف اللي موجود في مصر دول بيزيده ولا بيقيله ولو بيزيده في مناطق بيزيده فينه وبيزيده ليه لو بيقيله في مناطق بيقيله بقيت بمعدل قد ايه وبيقيله ليه قيمة المانجروف مش مسألت ان انا شغره طالع عن انت بطايد الزون وشكل جمالي وغبات جميلة ومش عارف ايه لكن هو قيمته في ان هو بيخلق ايكو سيستم متكامل مع بعض زي الايكو سيستم بتاع الشعاب مقدرش اهم العنصر فيه وعارف ان هو مهم للأسماك اللي بتقاش فيه وعارف ان هو بسرعة او باخرى دعم لبيئات تانية شاطئية بيوفر حماية والكلام ده للشاطئ وقيم مجملها عالية نفس الشيء على نفس الشيء كلها بتعمل فيدنج على كرابس موجودة بيئات المانجروف لو ما تواجدش بيت المانجروف مش هتواجد الكراستيشي او القشريات اللي بتعيش ان بيتغزى عليها الطائر المواجد بيضيف بقى قيمة تانية المانجروف رأس محمد تحديدا منابه اللي لما نجي نشوف خريطة هجرة الطيور الدولية كلها وهي جاية من غرب اسيا ومن شرق اوروبا نبص نلاقي كلها متجمعة فيما يشبه حزمة باندل كده علشان تعدي تحديدا من الجزء اللي يقدرون من خليج السويس فلو جينا نتخيل بس قيمة منجروف رأس محمد هلاقي هو على فكرة يعني عملنا له سنة 2002 تقييم مادي يعني الشغرة بتاعة منجروف رأس محمد تساوي كام دولار مش هقلوكوا التقييم الرقم الرقم ما هل مش هتتخيلوه قد ايه يمكن وصلنا ان الورقة تجاوزة الستاشر الف دولار ورقة الشغرة الواحدة بس طبعا التقييم الماد يخش فيه ابعاد كتير بيخدم الايكو سيستم بمقدار قد ايه بيجيلو سياحة قد ايه بياخد كل الجوانئ دي في الاعتبار حتى القيمة النفسية لو في واحد بيحب يتفرج على الخضراء دي ترجمناها لفلوس وبرضو على الرقم ان القيمة الكبيرة دي كله اكتشفنا بمرور سنة واثنين ان احنا مقافناهوش حقه في جوانب تاني لذلك هو استند المنجروف بتاع رأس محمد يمكن انا مش عارف عالميا فيه مناطق ايه لكن انا عن نفسي بعتقد انه هو اخل شغر منجروف في العالم هو الموجود في رأس محمد لانه قيمة بهاي استثناء ايه مش موجودة في مناطق تانية كتير من العالم لكنه في طبيعة الحال المنجروف نبات مداري وشب مداري يعني ورد ان انت تجاوز ما بين مداري الجدي والسرطان ممكن يتجاوز مداري السرطان فيه بعض استندات في جزيرة برمودا في محيط الاطلانتو وكده متجاوزة شمالا لكن الحاجة كمان اللي يتميز منجروف جنوب سنة ان هو اخر منجروف في خط عرض شمالا في الاندو باسيفك وريد سين يعني في البحر الاحمر وغرب المحيط الهادي مش هنلاقي شمالا منه هو كان فيه استند في قطر واندسر من حوالي اكتر من 150 سنة او 140 سنة اللي بقينه بس بقية جزور اسطنبس كده في الارض اكتشافوا هو ده اللي كان شمالا من منجروف المقاطعة لما تروحوا نبقوا بكرة المعارضة بإذن الله هتوصلوا لمنجروف المقاطعة ده اخر حاجة في المحميل هتشوفوا شجرة واحدة الوقفة بعيدة كده الشجرة ده نازم تعرفوا تماما انها اخر شجرة منجروف موجودة بالنسبة لخط عرض شمالا في الاندو باسيفك وريد سين وده برضه بيضيف خيمة تانية معنى ان انت يكون عندك منجروف موجود في بيئة نسبية تعتبر بردة بالنسبة مستور رطوبة في الجو يعتبر الجو حواليه جو جاف مش مناسب قوي لوجوده بعكس لو روحنا مناطق تانية زي السودان وجيبوتي نلاقي المناخ فعلا سبورتنج للمنجروف لذلك الافيسينية مالية ممكن توصل ديناك لستة وسبعة متر احنا عددنا او فيه انديفيدولز وصلت تمانية واثنين من عشرة وكلام ده بس سبع او كمان شجرات مش اذكر في وسط الفورست من جوه لكن متوسط العالمين ما بين 4.5 متر افيسينية مفروض انه ما بيزيدش عن كده ممكن رازفورة توصل لتلاتة عشرين واربعة عشر متر في الاقباء رازفورة ميكورناتها تحديدا عندما تشوفه ديه يضيف كيمة اضافية ان انت يكون عندك موجودة على الاكستريم يعني عايش على الحد الاقصى انه مفروض انه هي مش بيقته فده بيضيف كيمة جنيا ان انت لو اخدت منه بزور و اقصرتها بيئة اقصر ملأمة تناسبه يعني لو نزلت 3 او 4 درجات جنوبا يعني حوالي مثلا 700 كيلو او 800 كيلو معنى كده هيبقى معدلات انباته عالية جدا لان بما انه طلع في الاكستريم يبقى لو في المكان الاقصر ملأمة له هيطلع احزن طبعا التدخل مع انظمة بيئية معقدة دراسات كتيره احنا عملناها والناس تاني اجانب عملوها اثبتوا فعلا ان الاستيتياس بتاعة المانجروف كلما كانت جيدة كلما كانت الشعاب الفرينجينج او الشاطئية المواجهة له كانت احسن والمناطق الي بيحصل فيها قطع او لحالة المانجروف بيقابلها تدور في حالة الشعاب والبيئات البحرية بمجملها وان كانت تعقد العلاقات البحرية لحد الوقت ما حدش قادر يفسر كلها بمجملها يعني هما بس انت بتعمل استاتيستيكس يعني احنا خدنا حوالي تسعة وخمسين موطة في نابل طبعا لان عمج الستاندر طاع المانجروف ممتد على مدار تلتاشر كيل ومتقطع او بس ممتد كتير فعلا انا لقى الاستيتياس بتاعة المانجروف بيقابلها حالة شعاب جيدة جدا في البحر لو اقلب انا لقيها اقلب طبعا لما نتعامل على المستوى الاحصائي العملية مش ابسليوت لكن لما نتعامل على المستوى الاحصائي وانلاقي ان فيه فعلا ارتباط وصيخ يبقى اكيد فيه حاجه فعلا بتربط انه عن طبعا فيه حاجات معروفة خضرته على ترسيب العوالق البحرية ومنع نحر الشواطئ فبالتالي بيزود النقاء بتاع المياه يبقى الضوء احسن يوصل للشعاب اكتر تعمل التحالب اللي عاشه معه فوتوسنسس اكتر فتكون كاربوهيدرت اكتر الشعبة تنمو يعني فيه حاجات زهرة ومسجلة ومعروفة لكن العملية مش ابسليوت لانه ممكن يبقى موجود في منطقة بس فيه منطقة فيها عقارة وصاد المنغروف ورغم كده الشعاب برضو كويسة والمنغروف كويسة هي دي الفكرة فهو علاقات المنغروف بالشعاب او بالبيئات البحرية علاقة وثيقة جدا الاسماك بحيطة انه يوفر مكان لوضع البيت بتاع الاسماك وانها توصل لأحجان معينة واسماك اقتصادية واكتشفنا ان فيه اسماك اقتصادية جدا بعيدة جدا على المنغروف 40 و50 كيلوهو ممكن تكون المنغروف الصغير بتاعك اللي هي القناة اللي طولها 1150 متر دية البسيطة هي كانت المنغروف بتاع انواع من الاسماك المنغروف بحيطة التالية بعيدة فالنبات قيمته عالية جدا مش مسألة بس ان هو النباتات طالع طبعا غير اقرار القيمة الجينوجية اللي هو تسبيت التربة لما هتروحوا نبقى بكرة وانتو ماشيون في البس هتشوفوا علي مين كل بعض المعليف بالسلام عادة الناس بتيجرس محمد وتروح تالي يوم نبقى انتو وصول مساك تعيون الناس نسافين بكرة باب وعلى على كاترين عشان عندنا يساك برغم الكمالين بالسنالون شاوهو احنا على طول يعني نضغطينا فهتشوفوا بكرة وانتو ماشيون بالبس هتلاقوا فيه مناطق المدق نفسه للعربية المشي عليه بدأ البحر بيعمل فيه نحر لو رزرته ودخلته في الانتر تهدى لزول شوية ودققته هتبص تلاقي فيه بقاية ستمس للمانجروف متحللة مات سواء حصل عليه رعي جائر قبل اعلان المحمية او سواء حصل عليه القطع جائر واندسر المناطق اللي اتقطع فيها المانجروف البحر عامل نحر فيها وبقت اشبه بخلجان المناطق اللي المانجروف موجود فيها هتبص لها بقت العكس اشبه بأنسانة برية دخلة في البحر فده دليل صريح على قيمته الجيولوجية في التثبيت الشواطئ وإحميتها من المحرك فعل ارتفاع مياه البحر انا عرفت معلومة بس معرفش مؤكدة ولا لأ بس المعلومة دي انا عرفتها من أصدقائي في الإمارات قبل ما الشيخ زايد يا توفاه الله الشيخ زايد عمل مشروع امريكاني لتجميع كل الاسبيشيز بتاعت المانجروف في منطقة في الخليج عمل الجزيرة كده تلخليج صمموها عشان يجمعوا كل الاسبيشيز من مصر خادوا الرئيس الخورة من مصر وخادوا النوع بتاعنا من مصر وعملوا له موضوع ومين بقى اللي اشتغل وقال لي دفعتي الدكتور فارق يوسف هو خادوا الدكتوراه في استراليا الدكتوراه بتاعته على المانجروفز في استراليا فاول ما رجع من استراليا خادوا الى الان هناك مش عاوزين يركعوه هو مجموعة اخرى امريكان واستراليين وناس كتير جدا وحاولوا يتحايلوا على مصر عشان ياخدوا النوعين اللي عندنا وخادوهم وجمعوا كل الانواع عالميا اللي موجودة في العالم ودافعوا فلوس طائلة وعملوا عندهم الهابات لكل انواع المانجروفز في الخليج العرب كلام ده بيقولوا لي اوفيشيال انا ما شوفتش بس الكلام ده بيقولوا حقيقي يعني في زمين اللي هنا شغالوه في الموضوع يعني في زمين اللي هنا من بحرق احمر شغال في الزرق وهو كمان الحاجة اللي بتميز الدول الوعية عن الحكومات اللي هي الرئيسة